السلام عليكم أكثر من مئة شخص فقدوا حياتهم في إسبانيا بسبب الفيضانات التي حصلت يوم أمس بمنطقة فالنسيا ويحضر العلماء بانتكرار هذه الكوارث في إسبانيا أو في جميع الدول الأوروبية بسبب تغيير المناخ ورغم أنه أيضا في إسبانيا يعني هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية سبق لها منذ بداية الأسبوع أن حضرت من حصول أمطار غزيرة في منطقة فالنسيا إلا أن التقس كان معتديلا في أول يوم مما جعل عدد كبير من الناس لا يهتمون بتحذير الأرصاد الجوية ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي لتفاجئهم الأمطار الغزيرة أثناء عودتهم من العمل إلى منازلهم واضطر بعضهم اللجوء إلى أسطح السيارات والمباني هربا من المياه المتصاعدة رئيس الوزراء الإنسباني بيدرو سانشيز أعلن عن تضامنه مع الضحايا ومع أسرهم مؤكدا أن تقديم المساعدة يمثل أولوية قصوى ألمانيا أيضا أعربت وأعرب مستشار ألمانيا عن رغبته بتقديم المساعدة لإسبانيا وأنه هناك تشاور بين الحكومة الإسبانية والحكومة الألمانية فيما يخص هذا الأمر هناك أيضا نقاش كبير في إسبانيا من بعض السياسيين حول مسألة تحذيرات التقس ولماذا مثل هذا التحذير الخطير لم يؤخذ بجدية ولماذا لم يتم إيقاف العمل وطالبوا بأنه لو جاء تحذير جديد بخصوص عواصف خطيرة قادمة بأن الناس لا تذهب إلى العمل وأوضحت علم فيزيائية إسبانية بأن هذه الظواهر الجوية سوف تزداد حدتها بالسنوات المقبلة بسبب ارتفاع درجة الحرارة يعني درجة حرارة البحر الأبيض المتوسط وبسبب التغيير المناخي وقالت بأن مثل هذه الظواهر ومثل هذه العواصف الخطيرة التي يمكن أن تؤدي إلى فيضانات قاتلة يمكن أن تكون معتادة بالسنوات المقبلة بسبب تغيير المناخ كما أيضا طالبت الخبيرة الفيزيائية إلى إعادة النظر في التخطيط العمراني وعدم السماح ببناء منشآت صناعية أو سكنية في مجاري الأنهار الجافة مشيرة إلى ضرورة الاستثمار في المناطق المتضررة للحد من المخاطر المستقبلية في برلين تسبب رجل كان يحمل حقيبة وجدت فيها الشرطة متفجرات حالة استنفار أمني واسع في منطقة إسبان محطة إسبان للقطارات في مدينة برلين منطقة نوي كولن عندما حاولت الشرطة الفيدرالية تفتيش أحد الرجال يوم أمس هرب الرجل عبر السكة الحديدية تاركا وراءه حقيبة التي تبين بأنها تحتوي على متفجرات نقلت الشرطة المواد المتفجرة إلى حديقة قريبة حيث تم تفجيرها بأمان دون أن يشكل ذلك خطرا على السكان التحقيقات تجري في جميع الاتجاهات لمعرفة ملابسات الحادث وتم إشراك قسم حماية الدولة في الشرطة الجنائية مع الآن البحث مستمر عن معرفة من هو هذا الشخص ولماذا كان يحمل معه متفجرات خطيرة وإلى أي توجه سياسي ينتمي وهل كان هناك مخطط إرهابي كان يرغب بتنفيذه جاء اقتراح من عند رئيس اتحاد الأطباء في ألمانيا الذي دعا إلى فكرة جديدة هي الإجازة المرضية الجزئية والتي تسمح للموظفين والعمال بالحصول على شهادة عدم القدرة على العمل لبضعة ساعات فقط في اليوم وذلك تماشيا مع التغييرات البيئية للعمل مثلا الناس الذين يعملون بالبيت يعملون عن بعد أو يعملون هوم أوفيس أو بعض الوظائف إذا شخص مثلا مرض بدل أن يأخذ إجازة مرضية طيلة اليوم يمكن أن يطلب بأن تعمل ألمانيا إجازة لثلاثة ساعات أو إجازة مرضية لأربعة ساعات بأن الشخص مثلا يرتاح بعض الشيء وبنفس اليوم يشتغل ساعتين أو ثلاثة ساعات أو أربعة ساعات الإجابة على بعض الإيميلات أو على بعض المكالمات إلى آخره قال خصوصا بالأمراض البسيطة التي لا تستدعي بأن الشخص يبقى اليوم كل مريض في البيت يمكنه أن يأخذ إجازة مرضية لثلاثة ساعات أو أربعة ساعات هذا الأمر انتقدته النقابات العمالية بشكل كبير وقالت ما هذا الاقتراح إذا الشخص مريض فهو مريض ويجب أن يرتاح ويهتم بصحته وليس هناك شخص مريض وشخص نصف مريض وشخص ربع مريض فقالوا بأنهم لا يقبلون بمثل هذه الاقتراحات عموما أيضا مسألة الإجازة المرضية أصبح عليها نقاش واسع جدا في ألمانيا هناك بعض من السياسيين في ألمانيا وأيضا بعض من أرباب العمل يطالبون بإلغاء الإجازة المرضية عبر الهاتف لأنه في ألمانيا نعلم أصدقائي بأن الشخص إذا مريض يمكن أن يتكلم بالهاتف مع الطبيب العام ويقول لهم بأنه مريض وممكن أن الطبيب يرسل إجازة مرضية من البيت يقولوا أبقى في بيتك سوف أخبر صاحب العمل ويخبرون صاحب العمل بأن الشخص مريض أو يقولون له تعال واخد الإجازة المرضية هذا الأمر يغضب جدا أرباب العمل ويطالبون بإلغاء هذا الأمر لأنه يقولون بأن هناك بعض العمال والموظفين يستغلون هذا الأمر وعندما لا يكون عندهم رغبة في العمل يتصلون بالدكتور ويحصلون على إجازة مرضية فيرغبون بإلغائها لكن هذا الأمر يغضب الأطباء ويقولون بأن هذا النوع من طلب الإجازة المرضية يخفف الضغط على العيادات ويطالبون باستمرار هذا الأمر يعني أرباب العمل لم تعد تعجبهم الإجازة المرضية عبر الهاتف المحكمة الدستورية الألمانية قررت أنه لا يوجد حق دستوري مباشر لطلاب الجامعات في الحصول على دعم مالي من الدولة يعني لا يوجد حق لمساعدة أو دعم المالي بافق جاء هذا القرار بعد شكوى قدمتها طالبة رأت بأن الدعم المقدم لها يعني عن طريق بافق غير كافي لتغطية نفقتها الدراسية المحكمة الإدارية الاتحادية كانت قد رأت في وقت سابق بأن هناك حق في حد أدنى للمعيشة المرتبطة بالتعليم إلا أن أعلى محكمة توجد بألمانيا هي المحكمة الدستورية رفضت ذلك المحكمة الدستورية أكدت أنه رغم التزام الدولة بتوفير فرص تعليم متكافئة إلا أن للسياسة مجال واسع لتحديد كيفية تقديم هذا الدعم خاصة في ظل محدودية الموارد المالية وفي المحكمة قالت بأن الأساس لسكان ألمانيا هي مساعدة جوب سنتر هذه أساس وحق يجب أن يبقى لكن مساعدة بافق وقيمة مساعدة بافق لطلاب الجامعة قالوا بأن لا يوجد هناك أساس قانوني بأن الدولة يجب أن تلتزم بدفع مبلغ معين أو دفعها للطلاب لكن هناك رغم أن هذا القرار جاء إلا أن الدولة ووزارة التعليم قالوا بأن الحكومة الألمانية ترغب بتطوير نظام بافق للطلب الجامعيين وأيضا اتحاد الطلب الجامعيين يطالبون بزيادة دعم مساعدة بافق لسد احتياجات الطلاب المالية وزارة الشؤون الاجتماعية الألمانية أعلنت عن تخفيض المساعدات المالية الشهرية لطالبي اللجوء بداية من الأول من شهر يناير 2025 طالبي اللجوء هم الناس الذين قدموا طلب اللجوء وما زالوا ينتظرون الرد لم يأتيهم رد بعد هؤلاء الناس يحصلون على مساعدة تسمى أزول بذغب لايستونغ مساعدة طالبي اللجوء لا نتكلم هنا على الناس الذين قبل طلب لجوئهم والذين يحصلون على مساعدة جوب سنتر هذا الأمر لا يخصهم لكن الناس الذين قدموا طلب لجوء في ألمانيا وينتظرون الرد سوف يحصلون على مساعدات أقل من المعتاد حيث أنه بداية من شهر يناير 2025 سيتم تخفيض المبالغ الشهرية حسب العمر والوضع العائلي والسكاني يعني سوف تنقص من المساعدة الشهرية ناقص 13 يورو شهريا إلى ناقص 19 يورو شهريا على سبيل المثال سيحصل الأفراد الذين يعيشون بمفردهم خارج مراكز الإيواء الجماعي يعني شخص عزابي أو عزابية قدم طلب لجوء وينتظر ويعيش خارج الهايم سوف يحصل على 441 يورو شهريا بدلا من 460 يورو شهريا بينما سوف يحصل الأزواج الذين يعيشون معا أو طالبي اللجوء يعيشون في مراكز اللجوء ومراكز الإيواء المشتركة سيحصلون على 397 يورو شهريا بدلا من 413 يورو شهريا يعني كل واحد على حسب العمر على حسب أين يعيش إلى آخره المساعدة سوف تنقص من 13 يورو إلى 19 يورو هذه المساعدة يرغبون بنقصها كي لا تصبح ألمانيا جدابة لطالب اللجوء وأيضا من أجل سياسة التوفير لأن خزينة الدولة تعاني من نقص بالسيولة المالية مساعدة طالب اللجوء تغطي الاحتياجات الأساسية مثل الغداء والملابس والإقامة والعلاج الطبي الطارئ لكن لا تشمل تكاليف الإيجار أو التدفئة أو الكهرباء هذه تحسب بطريقة أخرى بدأت مجموعة من المدن الألمانية تستعد لهذه الليلة ليلة هالوين ولذلك الشرطة الألمانية عملت خطة للتعامل مع أعمال الشغب المتوقعة في ليلة هالوين خصوصا في المدن الكبرى مثل هامبورغ بيرلين ومدن ولاية شمال الرين فيستفالن مثلا في مدينة هامبورغ تعد الشرطة خراطيم المياه للسيطرة على أي اضطرابات محتملة خاصة في منطقة هاربورغ حيث وقعت اشتباكات عنيفة العام الماضي وفي مدينة بيرلين العاصمة الألمانية سيتم تعزيز الوجود الأمني مع التركيز على المناطق الحساسة مثل منطقة بيرلين نوي كولن ومناطق أخرى كما توجد أيضا مخاوف من ارتباط وأن تتظهر الأوضاع وتصبح الأوضاع خطيرة في بعض الأحياء في بيرلين أيضا بسبب هالوين وأيضا بسبب الوضع في قطاع غزة في مدينة ديسبورغ في ولاية شمال الرين فيستفالن هدد بإيقاف وسائل النقل العام إذا تصاعدت حدة العنف بينما في مدينة مارل سيتم استخدام كاميرات مراقبة متنقلة وسط المدينة للحد من أعمال العنف والتخريب يعني الآن الشرطة الألمانية ترغب بالاستعداد في جميع المدن الألمانية للتدخل السريع لو حصلت أعمال عنف هذه الليلة ليلة الهالوين دخلت الانتخابات الأمريكية إلى مراحلها الأخيرة والآن حصل أيضا خلافة كبيرة لماذا؟ لأن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن من الحزب الديمقراطي صرح بتصريح هذا التصريح قالوا بأنه لم يكن موفقا يعني هو جمع وكان يتكلم مع حشود من الأمريكان من أصول لاتينية يعني من أمريكا الجنوبية وبدأ يتكلم معهم وقال لهم بأنه مناصري دونالد ترامب شبههم بالقمامة يعني بأنهم مثل القمامة هذا التصريح البيت الأبيض عندما خرج هذا التصريح البيت الأبيض نفى وقال لا لا الرئيس الأمريكي جو بايدن فهم بشكل خاطئ كامالا هاريس ابتعدت عن هذا التصريح وقالت لا جو بايدن لم يعني هذا الكلام وقالت كامالا هاريس بأنها تسعى لتوحيد جميع الأمريكيين بمن فيهم أيضا مؤيدي دونالد ترامب لكن دونالد ترامب يعني عندما صرح بهذا التصريح قالوا بأنه أيضا دونالد ترامب استغل هذا التصريح ليشن هجوما حادا على بايدن وهاريس وظهر في فعالية انتخابية في أحد الولايات الأمريكية مرتديا زي عامل نظافة وأيضا ركب واستقل شاحنة قمامة كرمز ضد بايدن والآن هناك يعني اقتربت الآن لأن الانتخابات اقتربت ستكون الأسبوع المقبل والآن بدأ الانشقاق كبير جدا في الحملة الانتخابية الأمريكية وهناك أيضا خوف كيف سيتقبل الأمريكان هزيمة أحد من المرشحين كانت هذه أصدقائية هم الأخبار التي تتكلم عنها الصحفة الألمانية شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر